طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أعطيكم العافية جميعا أهلا فيكم في شرح محاضرة الميديسن رقم ثلاث اللي هي بتتحدث عن الاميرجينج رسفارتوري انفكشنز أو رسفارتوري فيروسز واللي رح تتحدث هي بشكل أساسي عن كوفيد ناينتين اللي هو فيروس كورونا تمام بس المحاضرة يعني انت لما تجي تفتح تفريغة وهيك أول صفحة تفتح بسيطة ممكن بعدها بتحس حالك إيش إنه ميك يا أخي حاس فيها كثير معلومات وفيها مايك روعة جينيتيكس على فارما على أبصر بالصراحة المحاضرة يعني سهلها بتسهل يعني فيها كثير أشياء مرات هيك تفاصيل زيادة يعني ما بنسأل عنها وكثير بعيد أن بنسأل عنها ماشي وأغلب المحاضرة أصلا من الأشياء العامة يعني كورونا حفظنا حفظ كل الأم حفظته فالأمور سهل إن شاء الله طيب خلينا نبدأ بالمحاضرة أولا يحكي لي رسperatory system من قسم للأبر و للأور تعرفوا يعني الأبر من عند النوز هنا محاطة عنده ترائكية بس في ناس بقسمه يعني لعند اللارنكس يعني هيك لعند نهات اللارنكس تقريبا واللور رسperatory tract من اللارنكس وتحت يعني هيك التقسيم بس هاي هون محاطة لك لعند الترائكية وهون من الترائكية وتحت ومنقول له يعني كل احترام حسا بقول لك رسperatory tract infections تصور برسبراطيج ويوجد كثير من البيت اصعب النومونيا النومونيا إنفلمتوري للبلمونري برينكايمة ما يعني برينكايمة؟ برينكايمة هي تشو عندما نتحدث عن التشوز يوجد برينكايمة التشوزيج الوظيفة ويوجد برينكايمة الميسينكايمة هو تشوزيج الوجو فلما أحكي بالمونيوري بارانكايما قصدي عن الالفيولاي اللي ما بعد رسبراتري برونكيول ماشي الالفيولاي طبعا مع الانترستيشن هسا النومونيا يعني هو مكتوب ذات الرئاذ هي هيك يعني الترجم الحرفية بس هو الالتهاب الرئوي يعني ماشي الان في سمتمز لا اي حدا بصير عنده الالتهاب رئوي او رسبراتري سمتمز يعني رسبراتري سيسم دزيزة بشكل عام مش بس النومونيا راح تلاقي بالأبرتسبراتري تلاكت عندك نيزل اوبستركشن نيزل ديسشارج سنيزنق وعطاس ابستاكسز الرعاف الكف السعال السور ثروت انه يصير يعني حلقه يعني يصير عنده وجع بالحلق بشكل عام هورسنس يكون صوته زي مبحوح يعني او في بحة صوته رايح غالبا يكون بسبب القحة يعني زي حالاتنا والسترايدر استرايدر هو صوت الصفير يعني بتلاقي وهو قاعد بتنفس فيه زي صوت زعقة الباب يعني هذا هذا استرايدر عندك دسنية مش قادر يتنفس صعود بتنفس جيست بين كف اسبيوتم بلغة مع القحة يعني هموبتسز انه قاعد بيقو حتم وويزز اللي هي زي الويز زي صوت الزمارة بيكون يعني لما يتنفس بتلاقي هيك زي صوت كثير حاد زي الزمارة فعليا ماشي هذا هو الويز الاكسترا بالمونري سيمتوم يعني بره الجهاز تنفسي وبره الريئتين في عندك اشياء سيستمك يعني على الجسم كامل زي الفتيق الفيفر الفتيق التعب والفيفر الحرارة رايقرز انشلز اللي هي القشعريرة يعني هاي اللي بتصير السويتنج تعرق مستمر الأنوركسيا فقدان الشهية ميالجاز وارثرا الجاز يعني واجع في العضلات وفي المفاصل وفي عندي غاثر انتستاني سيمتمز شكل عام ونيرولوجيك سيمتمز اشي بسيط يعني الان في عندي فيرال اسباروتر ديزيززز يعني بهمنا بس هيك نشوف اسماعهم نقرأهم ثلاث مرات اربع مرات يعني واغلبها اشياء برضو ممكن تكون مرة عليكم اغلبها مرة عليكم في اشياء بجوزة جديدة فيروس الانفلونزا واخوها البرانفلونزا الراينوفايروس الراينو من الانف كورونا فيروس معروف الميزلز اللي هو الحصبة الكوكزاكي فيروس فيريسيلو زوستر السايتوميغالوفيروس ابشتاين بار الاسبارتري سنسيش في الفيروس الادينوفيروس صراحة الاسماء هي اللي مذكورة يعني مش مهم كثير تعرفوا تفاصيل غير اسماءهن بحكي لي في نيو فييرل ابيديميكس لما احكي نيو يعني مش غصد السنة الماضية يعني خلال اخر 20 25-30 سنة ففي الانفلونزا فيروس صارت ابيديميكس اللي هو ال H1N5 اتوقع في واحد منهم بتاع انفلونزا الطيور او انفلونزا الخنزير او شا زي هيك كورونا فيروس عندك السارس كوفي الميرس كوفي وعندنا اخر واحد السارس كوفي 2 اللي هو كوفيد نينتين نفسه تمام فهذا H1N5 و H1N1 هذولا تابعت للانفلونزا لعائلة الانفلونزا هذولا تابعت للكورونا الآن خلال ندخل في الموضوع جد يعني نحكي عن كورونا تمام طيب حسب كيف لفضها يعني الوردر هذو في منه اسمها كورونا فيريدي ماشي كورونا فيريدي والكورونا فيريدي هاي الفاميلي في منها سب فاميلي اسمها الأورثو كورونا فيريني هاي السب فاميلي في منها مجموعة فيروسات اللي هما ألفا وبيتا وقاما هسا اللي احنا بهمنا البيتا كورونا فيروس هذول يعني السارس كوفيتول اللي هو اللي احنا رح نحكي عنه في المحاضرة فيه يعني بيريانتس ثانية للكورونا فيروس في شكل عام الـ هذولا كل اياتهم هسا يعني زي ما حكيت لكم يعني مش رح تنسأله عن هذولا بالذات يعني ممكن يسألك انه عن السب فاميلي عن كذا بس ما بسألك عن هذا يعني لو بدو يسألك مثلا هذا هو ألفا ولا بيتا أنا بقول لك هذا تذكر في واحد في حرف الإي ماشي الباقيات رح يكونن بيتا والقاما مش ذكر لك ولا واحد منهن يعني بصمج ما فيش وقت للتفسير طيب الآن في عندك هذا الجدول عندك سارس بقارن بين سارس كوفي وميرس كوفي وسارس كوفي 2 هسا شوف السارس كوفي الأول مش الثاني اللي هو اللي رح نحكي عنه ها طلع بألفين واثنين برضو من الصين يعني الله يسامحهم كان يعني كان هذا الفيروس في الخفافي شو علمكم يعني شو بخبصوا الصينيين في البايندينج ريسبتر هسا كل الفيروس أكيد لازم يكون اللي ريسبتر برتبط عليه عشان يعني يقدر يدخل على السلز تاعة الجسم ويفوت يعني يستعمل الخلية تاعة الجسم عشان يسوي أثره فالبايندينج ريسبتر هو الاس 2 الاس ريسبتر هو الانجي تنسن كونفيرتينج انزايم اللي يعني أكيد هسا بعد ما درسته السيستم عارفين شو وظيفته ويحول الانجي تنسن 1 الانجي تنسن 2 فهو برتبط على الخلايا اللي هي موجود هذا الريسبتر على سطحها شو هذا الريسبتر؟ موجود باللور ريسبتر تراكت بشكل عام يعني عند الالفولاي باللنغز برضه أكيد موجود بأماكن ثاني يعني صراح نحكي عنهم بس هو باللور ريسبتر تراكت بريدومنت أكثر إشي عدد الحالات للسارس كوفي ما كان السارس كوفي ما كان إبيديميك يعني زي هذا السارس كوفي 2 فيعني بالعالم كله كان فيه 8000 حالة بس والكيس في تلاتيريت يعني 9.6% إنه قديش كان هذا الفيروس قاتل ميرس كوفي هذا كان في جدة السعودية عام 2012 طلع كان الفيروس من الجمال درومي داريز هي نفسها يعني نفس الجمال الاسم البيندينج ريسبتر هو دي بي بي فور الهود داي بي بي بتي دي بي بي بتي دي هذا وأن موجود موجود في اللور ريسبتر تراكت برضه موجود في الجي آي تراكت وفي الكيدنيز فكان يعني يعمل شوية كومبليكيشنز ثانية عدد الحالات أكثر من 2500 برضو نفس الإشي ما كان بانديميك والكيس في تلاتيريت 34.4 هس السارس كوفي 2 معروف كان شهر 12 2019 في وهان في الصين لأنه من ريزرفوار صراحة حاولت أدور يعني مين لأنه من ريزرفوار بالضبط له يعني فيه كثير ثيوريز على الموضوع وفيه أكثر من يعني حيوان بيحكوا إنه هو هذا ريزرفوار تاعه بس يعني هو غالباً رجعوه للسارس كوفي الأول إنه كان في الباتس نفس الإشي اس 2 لورسبتر تراكت إذا تكون شوفوا الأرقام شوفوا الWHO داشبورد هاي لأنه كل يوم تتغير يعني طيب الآن كوفيد 19 بس بحكي لي إنه هنا ب2019 ظهر هذا الفيروس في مدينة وهان في الهوبي بروفينس أوف تشاينا بعدين انتشر بشكل سريع جداً وتحول لجائحة مش لوباء فقط بعدين في شهر 2020 منظمة الصحة العالمية سمتو كوفيد 19 كما تتغير بشكل سريع جداً كورونا فيروس 2 هذا يعني لما بدك تفك سارس كوفي 2 بطلع عندك هذا الاسم لطويل تمام؟ طيب الآن سارس كوفي 2 origin من وين بيجي؟ أول إشي هو حط لك إنه بيجي من الخفافيش بعدين بيروح على ممل على حيوان اسمه البانجولين تقدر تدور على جوجل تشوف شو البانجولين يعني لازم تشوف الصورة صراحة مش عارف شو اسمه في العربي يعني تو هيومن يعني بعد الممل هذا لا هيومن هذا بيجي من 2019 هاي زي ما حكينا لكم البانجولينز بستعملوها في الأدوية الصينية برضو سارس كوفي 2 يعني فيه probable لينك للأطعم البحرية للسيفود أو للإكزوتيك أنيمال ماركت أكيد جوز شفتوا كثير فيديوهات هاي السوق اللي بالصين اللي بتلاقي كل أنواع الحيوانات للاستعمال البشري يعني مش والله تجيب التمساحة على القزينة لا بتأكل التمساحة مش فارقة طيب أذر ثيوري وهان بحكي لك يعني غير هاظة كلاياته أنه كان فيه تجربة يعني في الصين في ووهان ليبل فور بيوهزردلاب إكسبيرمنتي يعني بحكي لك بسبب هاي التجربة كان فيه يعني خطأ مثلا أو كذا فانتشر بسببها بس يعني هي نظرية ثانية مش كثير مهمة طيب هسا الكورونافاروس استركتور بحكي لي هو ميديم سايزد فيروس بتهاز the largest mRNA جينوم يعني هو حجمه هو مش أكبر فيروس موجود ولكن ال mRNA اللي جوه هو أكبر واحد مليان ال mRNA هذا الكورونافاروس طيب هذا الكورونافاروس هو enveloped positive stranded RNA هاي لازم positive sense أو positive sense هو single stranded أكيد يعني بس هالسبب وضحي الكشو الفرق هسا ال enveloped أنا هسا عند الفيروسات بتنقسم لنوعين يا إنها بتكون نيوكليوكابسد مباشرة بدون envelope يا إنه بيكون في حواليها envelope شو الفرق بيناتها هسا ال envelope هو عبارة عن سلمان برين عبارة عن فوسفوليبتز يعني إذا أنت بشوية صابون بتذوب بالسلمان برين وخلص الفيروس بودع بس اللي عندك الإشي الأخطر إنه يكون un enveloped فبكل نيوكليوكابسد لحاله فالصابون مش راح ينفع معاه يعني تمام راح يكون فيه إلو احترازات ثانية فال envelope أضعف من ال envelope وعشان هيك كان كورونا سهل إنك تحمي حالك منه بمجرد إنك بتغسي الإيديك positive sense أو positive stranded RNA معناها إنه ال RNA تاعت الفيروس بتقدر إنها مباشرة يصير لها translation ماشي في عندنا negative sense هذيك إنه ال RNA لازم يصير إلها يعني أصنع منها positive stranded RNA بعدين أعمل translation لل DNA طيب هاي الفكرة ليش بدأ أحولها لل DNA عشان لما هاي لما ال عفوا translation عفوا للبروتين مش لل DNA واحنا فايتفوتنا بالحاطة ال positive stranded بتحول من RNA دغري باستعمل الريبوسومز تاعت له human cell باعمل بروتينات الفيروس ببلش يشتغل ال negative stranded لا ال RNA موجود باعمل complementary RNA ثانية عليها يعني هاي ال negative stranded بروح بجيب complementary RNA ببنيها فوقيها بعدين هاي الحمرة بروح وان فيها على الريبوسومات عشان نصنع البروتينات طولنا عن نقطة كثيرة يا أخي طيب هسا أمران انكست النيوبليوكاب سأدي حكيناها lipid bilayer فبالتالي السوق بشتغل عليها الآن في عندك spike peptomer هذا عبارة عن بروتين موجود على سطح الفيروس نفسه لش شكلها زي التاج فكلمة كورونا جاي من كلمة التاج Spikes allowed to attach لا هاي اللي سبايك شو فايدتها انو بخليها ايش ترتبط برسيب ترتبعها في ال upper او في ال lower airway طيب هسا الكورونا فيروس جينوم بدي اشوف انا شو اللي بروتينات اللي بصنعها هذا الفيروس ففي عندي 5 او 4 او 5 structural proteins بصنعها في عندي ال S اللي هو هذا بكون من بره هذا مسؤول عن receptor binding زي ما حكينا ال M هذا مسؤول عن viral assembly تصنيع الفيروس لانه هذا الممبرين اللي بره ماشي ال N لهو اللي نيوكليوكابسد مسؤول عن تنظيم ال viral RNA synthesis تصنيع ال RNA تاعت الفيروس وانتر اكتوذ M protein during virus bedding خلال ما الفيروس يعني قاعد بنقسم جوه الخليب وقاعد بتكاثر هذا نيوكليوكابسد بساعد في ال RNA synthesis برضو بتتعاون مع ايش مع ال M protein اللي هو بقاح زي ما حكينا بساعد في ال viral assembly بشكل عام ال E دي اللي هو تاع ال envelope بحكيلك function necessary بتنطفل اندرستود مش فاهمين لسه مش عارفينه وبالاخير هيمو هيماغلوتينين هيماغلوتينين استيريز غليكو بروتين هذا موجود في البيتا كورونا فيروس OC43 و HKU1 بس هذول النوعين هذا شو بساعد انه الفيروس يصير له uptake في الميكوزل سيلز في الرسفاروتل تراكت ماشي؟ يعني هاي الخلية بتلاقي هذا الفيروس عليه ال HE فهذا ال HE بساعد انه الفيروس يدخل على الخلية الآن السارسكو V2 attachment زي ما حكينا هو S2 receptor موجود بكل هاي الأماكن ولكن اكثر اشي في type 2 الفيروس فزي ما حكينا يعني موجود في البرونكل في الابيثيليا موجود في التنغ في البوكة الابيثيليا في الأبر انتستان الابيثيليا في الميوكارديال سيلز كدني بلدر ولكن اكثر اكثر اشي في type 2 فعشان هيك يعني سمتمز هي اللي بتبين اكثر اشي بحكي لي السارسكو V2 شوفوا برتبط بال S2 يعني اكثر بعشرة لعشرين مرة من السارسكو V العادي هداك تاع تاع الصين تاع 2002 اللي كان بالجدول هون برتبط اكثر يعني اقوى بعشرة او عشرين مرة تمام الآن خلينا في عندي COVID-19 يعني انا هسا قاعد بحكي عن الفاريونس تاعت اخر فيروس السارسكو V2 الCOVID-19 قسموها لألفة بيتا قامة دلتا وميكرون ماشي هذا الالفة في شهر 9 2020 في بريطانيا البيتا في ساوث افريكا شهر 5 2020 بعدين القامة في في البرازيل شهر 11 2020 دلتا انديا اكتوبر 2020 واخر ايش الاميكرون في عدة دول في شهر 11 2021 تمام طيب كيف نحفظها يعني انا صراحة هيكا لذكرتها الالفة يعني الالفة ذكروا انه ايه احسن اشي فذكروا انه بريطانيا يعني هي احسن واحدة متطورة من بين هذول الدول انديا بيضلوا يحكوا بحرف D what are you doing فالدلتا ماشي بيت او قامة يعني صراحة دفرو اموركم فيها طيب الان كوفيد 19 بيحكي لي ويد رينج of سمتومز ريبورتاد في كثير اعراض يعني شو في عندنا حرارة عندنا قحة عندنا ثعب عندنا كذا بس شو اكثر الاعراض لما يسألك بالامتحان شو اكثر سمتم لكوفيد 19 بتكتحكي له الفيفر يعني اذا جاك هذا السؤال دير بالك ماشي السمتمز one day after exposure بتكن بي up to 14 days يعني ممكن الواحد يظل هاي اللي هي الايكي الانكوباشن بيريود ماشي انه ممكن يظل لحد 14 يوم من الاكسبوجر للفيروس ما تظهر عليه اعراض بعد ال14 يوم يبلش فالترينج is from mild symptoms to severe وحكينا هنه هذول طيب اول اشي بيكون pre-symptomatic انكوباشن بيريود يعني خلال انكوباشن هو pre-symptomatic ما فيه اعراض يعني قبل حدوث الاعراض هاد تقريبا من يومين لأربع ايام المتوسط صار انه خمس ايام خلال اول اسبوع من المرض بيكون زي الفلوزة flu-like بيكون فيه فقدان للتذوق والشم ما شي انه اسمية بعدين ايش اذا صار فيه severe disease فهو رح يكون فيه ثاني اسبوع رح يكون فيه صعوبة في التنفس وتكون حاجة لـ ICU بعيد الشر الكثير من الناس كثير منه بجوز كورا وهو مش عارف بسبب انه خلص يعني المرض كان موالد ما كانش سيفير طيب المرض بالعادة بيكون سيفير يعني الناس الميوني كومبرمايز والناس اللي عندهم امراض ثانية هسا يعني رح نحكي كمان شوية اشياء هسا الـ الـ اللي بحكي لي انه يعني ظهور الاعراض لا يعني بالضرورة انه تكون انت انفكشواث ماشي يعني مش انه اذا فيه اعراض معناته انت ممكن تعدى غيرك لا فبحكي لي انفكشواثنس بيكس بين 2 ديز before and 1 دي after symptom onset يعني شايف اليوم تبع حدوث الاعراض انا باليومين اللي قبل هنا باليوم لبعد بكون اكثر اشي يعني فيه انفكشواثنس انه لو حدا قرب مني ممكن اني اعدي فبحكي لي تقريبا مدة الـ هي 18 يوم من الـ يعني انت ممكن بتخلص فترة انه انت تكون معدي وغير هيك برضه بتخلص فترة انه يعني انت عليك اعراض بس انت غير معدي وجوز تتشافة منه انت لساتك ايش لسه الـ فعادي يعني الامور بحكي لي بحكي لي بحكي لي انه مثلا يسلم عليه كذا يحضنه اه انك انت تكون فيه يعني نصف قطر مترين حواليه تمام شيء في المساحة اللي حواليه اه شو كمان اللي هو رسفارتوري سيكريشنز اذا واحد يح او عطس او كذا فهاي رسفارتوري سيكريشنز ممكن انه اه يعني تكون معدية وبرضه اذا كانت اليدين ملوثات فنفس الاشي يعني اه يعني انت ممكن ما تكون مريض بس مثلا لمست لمست اشي ملوث كان اه سواء طاولة او سلمتها احدا او كذا فممكن تحطها تحط ايدك على عينك تمسحها او انفك او كذا اه ولا انت يعني بتكون دخلت الفورس لجوه فانا كيف امنعي يعني المود الف ترانزميشن بسيط فبالتالي البرفنشن برضو شوي بسيط يعني مشي خير اه اللي هو ابعد الناس عن بعض الهاند واشنج زي ما حكي انا فوق قبل شوي والويرنج ماسكس عشان ما يكونش فيه انهاليشن لأي اشي اه الان ديزيز سيفيرتي ديزيز سيفيرتي في عنا اه واحد ثمين بالمية من الناس اللي مرضو كان عندهم مائلد ومودرت شو الفرق بين مائلد ومودرت المائلد ما في عندي لا نومونيا ولا هايبوكسية يعني ما في عندي اعراض نومونيا اه والله قحة وحرارة وكذا ما في هايبوكسية يعني الاوتو ساتوريشن ممتازة فوق الخمس وتسعين اه منه طبيعي اه الان السيفير ديزيز بيكون عندك سيفير نومونيا والاوتو ساتوريشن تحت الاربعة وتسعين بالمية هذا هون وقتها بيبطل طبيعي ماشي والكريتكال ديزيز اكيوت رسبيرتري دسترس سندروم من شرحي لكم قبل والكريتكال ديزيز هو السيبسس او السيبتيك شوك يعني بتكون يعني خلص ممكن يكون وقتها صار بكتيريا الديزيز فهذا البكتيريا دخلت على الدم تمام فوقتها بيعمل السيبسس الـ الان الامجينج هسا بالنسبة للصور يعني هاي يعني هيك تشوفوها بحكي لي يعني الـ يعني الـ يعني الـ يعني خلص أسود أو أبيض هيك يعني وما بيبين كثير يعني طبيعة الصورة ما بتخليه يبين كثير فالـ لما نشوف الإكسراي شو راح نشوف؟ يعني هاي الإشي الطبيعي شوه بس إنه هاي الأمناطق اللي هون هاي هيك اللي بيضة إنه ما تكونش بيضة بس بينما انتشوف على السيتي هاي المنطقة كلياتها هيك لازم تكون سودة سودة ويعني هيك فيه أشياء بيضة اللي هي تاعة الفيسلز اللي موجودة فلما تلاقي شو شايفين هذ اللون هيك الباهت مسميه إنه Ground Glass Opacity شو يعني Ground Glass؟ يعني زي بتعرفوا القزاز المبزر هذا اللي ما تقدر تشوف فيه من الجهة الثانية طلع كيف هون هاي الصورة هاي الصورة جبت الكياه من النت شوفوا كيف هيك زي القزاز المبزر اللي تحس هيك زي فيه غباش بلور عليه فبس هاي الفكرة تشوفوا يعني هاي الاكس راي هاي الاكس راي والسيتي لنفس المريض شوفوا كيف الاكس راي يعني هاي أشياء بسيطة من جزء فلوز عادي هيك تعمل لك بس شوفوا طلعوا كيف هونه إنه منتشر في كل اللنج فالسفيرنج من غير اغريسي هايبوكسيا عند الاكسيجين ساتوريشن طيب بحكي بحكي لكوفيد is very pathognomic disease on CT يعني على الCT بقدر اميزه دغري من ground glass of cities the critical disease على الاكس راي بيكون ماك الهواء يعني تمام شوفوا هاي المريضة ما أخذت باكسين طلعوا كيف هاي الرئاة يعني هاي كلاتها لازم تكون سودة سودة شوفوا كيف البياض متجمع تحت لانه زي ما حكينا هو يعني disease of the lower respiratory tract شوفوا يعني ريسك فاكتورز لما يجيك ريسك فاكتورز غم مضع عينك وبلش عندهم older age smoking dm pregnancy مليان أشياء يعني الأشياء المنطقية العادية يعني هنا مثلا ممكن heart failure هو واحد من risk factors للsevere covid واحد عنده أمراض في الشرعين التاجيه في obesity type 2 diabetes cancer أكيد بيكون شوي مناعتهم ضعيفة immune compromised states يعني هاي لحالها برضو يعني بالذات اللي عاملين solid organ transplant حكينا بالمحاضر اللي قبل انه هذول بيكونوا ياخذوا steroids ماخذين immune suppressant تكون مناعتهم ضعيفة واحد عنده severe covid كيف بقدر أميزه بيكون حرارته كثير عالية يعني فوق 39 لما يدخل على المستشفى بيكون في عنده يعني صعوبة في التنفس وبيكون في عنده quick sequential organ failure assessment score بيكون عنده عالي شو هذا السكور مش كثير مهم بس يعني هو بحكي يعني زي ما تذكرين الجدولتها عن pneumonia index هذا اللي بالمحاضرة الأولى نفس الاشي يعني بيكون في index معين أو score بيكون هو عنده هذا السكور عالي ongoing epidemic بيحكي لي أنه most clinical manifestation لـ COVID-19 هو viral pneumonia يعني مش الشغلات الثانية مش gastrointestinal ولا bladder ولا اشي الأعراض هنا كلها يعني ARDS and patients who require mechanical ventilation may have a high risk for death يعني إذا أنت وصلت لمرحلة أن المريض بحتاج mechanical ventilation في كثير خطورة أنه ممكن يموت الآن diagnostic test في عندنا اللي هو test اللي بتعتمد على nucleic acid على DNA والRNA في عندنا rapid test اللي بتعتمد على الانتيجين أو الانتيبادي وفي عندنا السيرولوجي اللي هي يعني بعمل فحوصات خاصة للانتيبادي نفسها تمام طيب فخلينا نحكي هسا هون فوق بلحظة نيوكليك أسد اللي هو اللي احنا بنعرف هو PCR ماشي شو الحلو بالنيوكليك أسد إنه diagnosis of current infection يعني المرضى الحالية بقدر يحكي لي عنها وفيه إلو analytic sensitivity and specificity شو الفرق بين sensitivity وال specificity ال specificity معناها إذا هذا التست كان positive يعني على فرض أنه تست تاعته 100% شو معناها معناها أنه إذا هذا التست positive معناها المرض موجود ماشي يعني معناها هذا المرض موجود وخاص يعني بس بكورونا يعني مش بأي مرض ثاني يعني إذا أنت عملت PCR ولقيت ال DNA تاع كورونا positive معناته خلص أنت مريض كورونا وشو يعني sensitivity معناته إذا أنت دورت على يعني ال DNA تاع كورونا وما لقيته إذا كانت test negative معناها خلص أنت ما عندك كورونا ماشي طبعا إحنا ما حكينا يعني absolute sensitivity و specificity حكينا هاي وطبعا أي تست بالحياة شو رح يكون رح يكون يعني في في نسبة error فعني عادي ممكن أن يكون test negative في المراحل الأولى مثلا من المرض ولكن عادي هو الإنسان مريض يعني تمام فبحكي لي يعني بال ideal settings إلا هاي الشغلات single positive test generally confirms the diagnosis إذا أنت كان عندك positive test واحد خلص يعني كثير صعب أنه يتطلع positive وأنت مش مريض initial test is negative and clinical suspicion remains يعني إذا كان negative ولسه أنت شاكك بترجع تعمل واحد ثاني بعد فترة ال RT-PCR حسا RT-PCR أنا صراحة دورت يعني هو غلط ال RT تسمى real time real time PCR إيش ثاني غير عن RT-PCR RT-PCR فكرته أنه هو اسمها reverse transcriptase PCR اللي هو أنك RNA تعمله reverse ترجع إلى ورا لو بدك ترجع إلى ورا شو رح ترجع رح ترجع إلى DNA فلما ترجع إلى DNA بتعمل amplification فبتقدر تعمل detection لل DNA لكن real time polymerase chain reaction شو فكرتها فكرتها يعني شو بفرقة عن PCR العادي اللي مش real time PCR العادي ما بتقدر تحدد يعني ال DNA هل هو موجود ولا لا إلا بآخر التست يعني لما يتراكم عندك كمية كافية بتقدر إنك تحكي هذا التست positive أو negative ولكن RT-PCR أنت خلال يعني بث مباشر خلال ما أنت قاعد بتعمل التست قاعد بتشوف تراكم ال DNA أول بأول فهذا الفرق بس يعني شو هي بتعرفوا من أخذ يعني مسحة أو سواب نيزل أوروفرنجيل أو من السبيوتام أو حتى من السول ولكن يعني مش مستعمل كثير وبلاد وليورين ما بتقدر تعملها بس ايش بتقدر بتقدر عن طريق الدم تعمل ال IgM وال IgG اللي هم ال Antibodies وبتقدر تعمل برضو Blood Culture إذا كان المريض هاي طب كيف بدأ أعمل Blood Culture أنا ما أعمل Blood Culture للفيروس ما أعمل Blood Culture إذا بدي أشك يعني ب يعني بإنفكشن صائرة بكتيريال بعد الفيروس يعني لأنه كثير كومون أنه أنت تكون مثلا مريض فيرل ويصير في عندك بكتيريال فوق الفيرل اللي عرفتو كيف فهالي الفكرة كلكت تو سوابس بحكي للسبيوتام أحسن يعني يعطيك نتائج أحسن ولكن مورد انجرس تقليك تتخيل أنت بدك المريض ونقاعده بالغرفة وانت عنده تقول له يلا طلع البلغم يعني في كثير رزق أنه أنت نفسك يتنعدي ستول نتجنراليوس وحكينا هنا هذول بحكي لي single negative RT-PCR doesn't exclude COVID يعني إذا أنت لك كان negative ما بتقدر تستثني إحنا حكينا فوق هاي sensitivity بس حكينا لسه في نسبة error بحكي لي بالذات إذا أنت يعني كانت نيزوفرنجيال يعني إذا أخذت للسواب نيزوفرنجيال ممكن يكون negative وأنت مريض عادي أو إذا كان early in the disease course حكينا ها عادي مش مهمة كثير هاي بس بكي لك أنه بين مختبرات ممكن يختلف يعني sensitivity تاعة التست بناء على أنت كيف أخذتها ومتى أخذتها في الكورسة على المرض الPCR من 60% لـ 80% sensitive ماشي طيب الربط تست الربط تست هو بفحص الأنتجن ماشي ما بفحص الRNA يعني أو الDNA هو بشخص current infection وبأخذ نزوفرنجيال السواب و sensitivity تاعته أقل من ال-NAT وخليني أذكركوا شو يعني sensitivity يعني إذا الRapid Antigen Test كان negative هذا لا يعني أنك أنت مش مريض ماشي بنفس الطريقة الPCR بس الPCR يعني إذا كان negative يعني أنت بنسبة أكثر راح تكون معافة وسط الفكرة يعني أنا أحس عجقت الدنيا عندك بس sensitive إذا test negative معناها أنت negative ما عندك مرض ماشي هس هذا less sensitive بس يعني هاي القاعدة تنطبخ بشكل أقل على ال-Rapid Test ايخ طيب في عندك ال-Rapid Antibody Test وهذا عن طريق Blood Specimen Put Blood and see if there is IgG or IgM يعني هذا كان عن طريق عن طريق نزوفرنجة لسواب بتاع الأنتجن ولكن بتاع الأنتي بادي يعني مش راح أشوف الأنتي بادي عن طريق نزوفرنجة لسواب لا بدي عيني الدم الآن السيرولوجي متى بتكون positive يعني السيرولوجي مشكلتها أنها ما بتعطيني إذا فيه current infection فعشان هيك نادر ما تلاقوا أنه واحد بفحص السيرولوجي عشان يتأكد إذا هو مريض ولا لا بس السيرولوجي ليش متى هاي إذا بدأت أكد هل المريض ما أخذ فاكسين ولا لا ممكن أنه إيش ممكن أني أفحص ألا أنه هون بفحص الأنتي باديز فهي if the patient is vaccinated so it is useful if the patient didn't take the vaccine يعني بقدر أحدد هل هذا المريض ما أخذ الفاكسين ولا لا من هاي الشغلة اللاب ما ماركرز عندي راح يكون في عندي نيوتروفيليا وليمفوبينيا ماشي راح يكون في عندك raised lactate and lactate dehydrogenase وهذا لما يرتفع بيدلني أنه في عندي tissue injury أو necrosis أو infection damage seery active protein برضو هو inflammatory marker raised ferritine raised interleukin 6 الجهاز المناعي راح يشتغل و raised S2 لأننا حكينا الـ S2 أصلا هو الريسب ترتاعه والدي دايمر الدي دايمر هو fibrin degradation product يعني هذو الأمراض اللي بتلاقوا فيها تكسير كثير للبليتلتس بتلاقوا الدي دايمر مرتفع لكن في يعني في كثير حالات ثانية ممكن الدي دايمر يرتفع فيها واحدة منها ممكن يكون heart disease ماشي فأسه هون انتو ما بهم كل أرقام تحفظوهن يعني ما راح ينطلبوا منكم بس بهم انكم تعرفوا الايش تعرفوا اسماء الفحوصات هاي الدي دايمر CRP في عنا اليتروبونين هو عبارة عن cardiac enzyme عشان أشوف يعني عضلة القلب شغالة طبيعية هل فيها انفاركشن ما فيها فهاي الفكرة في الريتن الـ CPK والـ Absolute Lymphocyte Count تمام والـ CPK هو اللي هو الكريتينين كاينيز اللي يبحثوه إذا فيه عندك بالذات يعني مصل مصل إنجوري أو أنه صارت سترس عليها كل آية هاي شغلات يعني بدور عليها بالـ COVID ممكن إنها ترتفع بس يعني مش راح أشخص COVID من وراها مش راح أشخص عن طريق الـ PCA حسا الناس اللي عندهم COVID في كثير منهم كانوا يصبح عندهم hypercoagulability إنه في عندهم كثير يعني coagulation قاعد بصير ما في الشوان شي كثير مهم يعني بصير بالlarge و بالsmall vessels في شغلات مثلا associated coagulopathy مع الـ COVID-19 مثلا ممكن نصير mild thrombocytopenia ممكن نزيد هنا في حالات الثرومبوسيز لأنه ممكن أنت مع الثرومبوسيز تكون يعني تستهلك الثرومبوسيز لدرجة بعدها تصير تكسر بلايتلتز وبالتالي راح يرتفع الثرومبوسيز عنده ارسوشيته ل the great risk of death يعني إذا صار الموضوع الثرومبوسيز الموضوع مش كثير كويس فيبران degradation products بشكل عام و prolonged prothrombin time يعني هذا اللي بصير الدم يتخثر بشكل أطول فمعناتها ممكن يؤدي للنزيف في هاي الحالة تمام يعني أنا بس بدي أذكركم أنه كيف حالا بنحكي هابركواغلبل ونحكي من نزيف مرات ممكن يصير استهلاك لل يعني لل فممكن يؤدي إلى prolonged prothrombin time عادي يعني تمام طيب thrombosis in patients with covid هسا نحكي عن الثرومبوسيز بشكل أخص يعني مش هابركواغلبلستيتيك بشكل عام ممكن يؤدي إلى دي بي تي أو بي إي اللي هو دي بيان ثرومبوسيز أو pulmonary embolism دي بيان ثرومبوسيز بالعادة بتكون بالجرين pulmonary embolism بتلاقي أنه في عندك emboli موجودة في pulmonary arteries فبتكون موجودة هناك هاي أكثر إشي فريكنت يعني في عندك إشي بسموه الكوفيد توز أنه يصير في عندك يعني لأصابع القدمين تمام وكلوتينغ أوف انترافاسكولر كثيترز يعني بيكون واحد حاطة كثيتر فبصير عليها كلوتينغ أكثر mycardial injury with st segment elevation بس يعني بدي تكونوا عارفين في mycardial infarction اللي هو سكتة القلب أو الجلطة القلبية على الأي سي جي في عندنا p q r s كيك وبعديها التي فهاي بيسموها التي الاستي سيجمنت الاستي سيجمنت هاي بالم اي يعني كثير حالات بتلاقيها مرتفع فراح يكون في mycardial injury with st segment elevation و large vessel strokes these patients should receive protein venus thromboboblysm prophylaxis يعني أنا أحمي من thrombosis شو بعطيه 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 هبارين اللي هو عبارة عن ايش عبارة عن anticoagulant بعطيه لوم ولي في الروات هبارين الآن الـ underlying pathology of severe covid-19 disease يعني بتلاقي في عندك severe hypoxemia hyper inflammation لأنه بصرف عندك cytokine storm cytokine stormي هو يعني بصرف عندما تكون dysregulated مش متحكم فيها ويعني الـ immune response هاي هي بتصير تخرب على الـ organs ماشي الـ hypercoagulability زي ما حكينا فوق بحكية dysregulated immune system دمجز بصري يعني يخرب الـ endothelium تاع الـ blood vessels فبالتالي بصري يحفز الـ clotting أكثر وبصير الـ clotting هاي تتكون وهو كده ممكن تعمل جلطات يعني بالذات جلطات لدماغ تمام أو جلطات قلب عادي طيب لـ treatment شو الحل الحل إذا كانت الأعراض خفيفة يعني management عادية يعني مسكنات براستامول cuff cuff and cold medications بس بحكيلي هون ايش اتجنب الـ steroids الاستيرويد هي عبارة عن يعني بتعمل suppression لـ immune system ماشي فإذا أنا بهاي الحالة أعطيت استيرويد يعني ممكن الاشي ممكن الاشي يغلب يعني تمام هاي من نحكي عن قاعدين عن mild ولمدرة symptoms يعني ما فيش داعي للـ steroids هس الناس اللي بكونوا سيفير وقتها يعني ممكن شوي أضحي بإني أعطيهم استيرويد عشان أخفف الـ immune response اللي قاعدة بتصير عندهم فـ يعني الناس اللي عندهم COPD أو أزمة بعطيهم انهيل كورتيك ستيرويد أو أورل أو يعني شو ما كان برضو أفويد S-Inhibitor أو 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 أيبو بروفن تمام يعني نحاول إنه يعش نبعد عنهم هذول الاثنين وآخر إشي الـ أني أحمي العيلة يعني ما أختلطش معاهم وكذا قدرش الـ isolation duration يعني إحنا بنقدرها بحيث إنه يبطل في عندي viral shedding ويبطل الإنسان هذا انفكشه وصل غيره حاليا المعتمد هو خمس أيام يعني يعني هسا الناس اللي لا سمح الله بنصابه بأخذوا غياب خمس أيام وعادي يعني ومعتمد وكل شي طيب Antiviral drugs هذولا Antiviral drugs بس بالعادة إيش يعني فيه برضو ما بستعملهم يعني بالـ mild بالـ mild symptoms يعني هاي بالحالات اللي كثير كثير صعبة مين أحسن واحد فيهم أحسن واحد فيهم اللوبينافير أو الريتونافير اللي هو باكسلوفيد هذا أحسن واحد الباقيات في منهم حتى يعني مش كثير ممكن يساعدني الـ anti-inflammatory therapy هو الـ anti-interleukin 6 أو توسيلي زوماب ماشي هذا لما يصير عشان السايتوكاينستورم شو بيسوي هذا الخلية بيكون على سطحها الـ interleukin 6 الخلية المناعية يعني فبيجي هذا anti-interleukin 6 بيقل الموضوع هذا السايتوكاينستورم اللي بيصير بيحكي لك انه الانسان اللي بتشافه الانسان اللي بتشافه بعطيه 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 بأخذ منه البلازمة وبعطيها لواحد يعني عنده active disease ليش؟ لانه البلازمة بيكون فيها الـ antibodies تاعت الكوفيد والـ antibody combination يعني أعطيه الـ antibodies management of hypoxemia لما يصر acute respiratory failure ARDS يعني إذا يعني بعيد الشرع عن الجميع بس إذا حدا من أقاربكم دخل على المستشفى أكيد إلا ما ما يكون شاف واحد من هذول الأجهزة يعني conventional oxygen therapy بالأكسجين العادي الماسك هذا الـ high flow nasal cannula بيكون دخل الهواء بقوة كبيرة non-invasive ventilation و non-invasive شو معناها؟ معناها أنه أنا مش داخل على يعني internal organs ماشي؟ لما نحكي invasive mechanical ventilation معناتها أنا عامل intubation للمريض ماشي؟ يعني داخل لجوه هذا عبارة عن ماسك ولكن ايش؟ ولكن كثير قوي طيب طيب فهسا نحكي عن الناس اللي عندهم ecotranspiratory distress syndrome محكي لي إذا يعني الـ patient هذا اضطرات تعطي simple supplemental oxygen فممكن تعطي ديكساميثازون أو ديكساميثازون مع remdesivir ماشي؟ اللي هو اللي هو نفسه اللي يسميه الكورتيزول اللي يدخلوه على الجسم اللي هو نفسه الكورتيكستيرويد اللي فوق بس هذولا زي ما حكينا ايش هذولا داخلنا على المستشفى عندهم hypoxemia عندهم acute respiratory failure أو ARDS الثاني اللي هم ايش patients who require mechanical ventilation يعني الناس اللي اضطرت عملهم mechanical ventilation مش بس أوتو وماسك وخلاص شو ما بعطيهم؟ بعطيهم ديكساميثازون أو ديكساميثازون مع اللي التسيل زوماب هذول الناس اللي هو than 24 hours of admission to the ICU بعطيهم هذو الدواء حكينا من شو بحميهم؟ بحميهم من cytokine storm وضحنا الطريقة كيف؟ اخر ايش الvaccination؟ يعني ما فيش كثير حكي ينحكى عن الvaccination الدكتور نفسه ما حكاش اصلا ولكن هي طريقة اننا نحمي حالنا من covid في عندي عدة انواع عند ال whole virus vaccine عند ال RNA vaccine عند ال protein vaccine عند ال viral vector vaccine ال whole virus اني انا ادخل الفيروس كامل يكون weakened inactivated وبالتالي الجهاز المناعي بتستعد الو اكزامبلز عليه زي ايش؟ زي السينوفاك او اللي هو السينوفارن تمام؟ وهذول هن نفسا يعني previous users هذول نفسا يعني لل hepatitis لل rabies للبوليو بيستعملوا ال whole virus vaccine ماشي؟ كيف طريقة الحفظ conventional cold storage tried and tested يعني الحالة حاليا طيب بيحكيلي الان ال RNA vaccine بدخل ال RNA بحيث انه حفز يعني الجهاز المناعي انه يتعرف على هاي ال RNA فبالتالي ايش؟ بالتالي بيقدر انه يعني الجسم يستعد والimmune system يستعد منها اللي هو الفايزر الفاكسين الفايزر او الموديرنا واحد ثاني كمان بيحكيلي هذا عشان احفظه لازم يكون في عندي extreme cold chain storage وهذا previous users ما فيه يعني هذا الفايزر هاي الطريقة في الفاكسينيشن تاعت ال RNA اخترعت مع الكورونا ما احد اختراحه قبل ما احد اعملها قبل البروتين فاكسين اختراحه قبل فاكسين ال RNA اختراحه قبل ونسبة ال RNA ال Viral Victor هو اختراحه اختراحه لتحضر عليكيبوا مفيد ما معنى؟ معناها انه انا بجيب فيروس ثاني مش فيروس مش كورونا عفواً وبحط فيه ال RNA تاعت مين؟ تاعت تاعت كورونا او بحط فيه تبع كورونا فبالتالي لما يجي الجسم يتعرف بتعرف عليك انه كورونا يعني بصير فيه بقاية منه مثل ايش؟ مثل الاسترازينيكا اللي يعني اللي بنعرف ال vaccination فيه برضو conventional cold storage يعني كلهم conventional cold storage الى ال RNA لانه يعني RNA عشان ما تخربوا كذا فبدنا extreme cold storage وهذا استعملناه قبل بالهيباتاتيس B الهيباتاتيس A هو الفاكسين هو الفايروس فاكسين تمام؟ هيك بنكون انهلنا المحاضرة اللي اعطيكم العافية وان شاء الله ما نكون نقصرنا معاكم ونتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله في امتحانكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته